أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنسيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فامشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم ما أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرغ لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم جرى وهم ممتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلئة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل إلى الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا كم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستنزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منا حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنام وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من تمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبلسون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تذرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وغلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا سرخ لهم ولا أم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في طلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصغر فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ما صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا من جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تعدون إسلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا أرضلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتومسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مدي ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقضهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكعون واتخذوا من دون الله آلئة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محفرون فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا بغصم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظم وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بطادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن فسبعان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العزيم